بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تحدثت في اللقاء الماضي عن شروط النكاح وذكرت أنها أربعة تعيين الزوجين رضاهما الشهادة وجود الولي وموافقته على النكاح وفي هذا اللقاء سأتحدث لكم إن شاء الله تعالى عن الشروط في النكاح وقد وعدتكم في اللقاء الماضي ببيان الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح وسأتكلم إن شاء الله الآن وباختصار عن الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح فأولا شروط النكاح من وضع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أما الشروط في النكاح فهي من وضع الزوج أو الزوجة لأن الزوج هو الذي يشترق نفعا معين مثلا أو الزوجة هي التي تشترق نفعا معين الثاني أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح أما الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته إنما يتوقف عليها لزومه فلمن لم يتحقق مثلا شرطه له الحق في فسخ النكاح الأمر الثالث أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها أما الشروط في النكاح فيمكن إسقاطها ممن هي له فللزوج مثلا أن يتنازل عن شرطه أو للزوجة أن تتنازل عن شرطها الأمر الرابع أن شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد بخلاف الشروط في النكاح فقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة وإليك أخي الكريم وإخت الكريمة بيان هذه الشروط الشروط في النكاح الشروط في النكاح هي ما يشترطه أحد الزوجين في صلب العقد أو يتفقان عليه قبل العقد مثلا مما فيه مصلحة لهما أو لأحدهما وهي تنقسم إلى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة ولنبدأ الآن ببيان الشروط الصحيحة فالشروط الصحيحة نوعان شروط يتضمنها العقد وإن لم تذكر في صلبه لأن العقد إنما شرع من أجلها فسواء ذكرت أو لم تذكر في العقد فهي لازمة بمجرد العقد ومن ذلك مثلا اشتراط انتقال المرأة إلى بيت زوجها اشتراط تمكين المرأة نفسها للزوج أيضا اشتراط النفقة اشتراط السكنة كذلك على الزوج فهذه شروط من ضمن العقد ومن صلب العقد فلا يشتراط أن تذكر إضافة على العقد النوع الثاني من الشروط الصحيحة الشروط النفعية التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر ويكون فيها مثلا مصلحة إما للزوج أو للزوجة فتكون هذه الشروط ملزمة للآخر إذا رضي بها وبشرط أيضا إن لم تكن مخالفة للشرط ومن هذه الشروط مثلا لو شرطت الزوجة ألا يتزوج الزوج عليها فإن وفى بهذا الشرط وإلا فلاها الفسخ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج أيضا لو شرطت عليه الزوجة ألا يخرجها من دارها أو من بلادها فهذا الشرط شرط صحيح أيضا لو شرطت عليه أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أيضا يصح هذا الشرط فإن خالفها في ذلك فلها الفسخ هذا بعض الشروط النفعية التي قد تشترطها الزوجة أو ربما يشترط الزوج مثلها مما له فيه مصلحة القسم الثاني من الشروط الشروط الفاسدة وهي نوعان شروط فاسدة لا تفسد العقد يعني شروط فاسدة في نفسها لكن العقد يبقى صحيحا مثلا كان يشترط الزوج ألا مهر للزوجة أو يشترط ألا نفقت لها فهذه الشروط فاسدة لكن العقد يكون صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد وإن كانت موجودة فإنها لا تفسد العقد لكنها كما ذكرت شروط فاسدة في نفسها الشروط الثانية وهي الشروط الفاسدة التي تفسد العقد وهذه تتمثل في الغالب في الأنكحة الفاسدة مثل أن يشترط الزوج أن يتزوج هذه المرأة مدة معينة مثلا وهو ما يسمى بنكاح المتعة أو أن يتزوجها مثلا ليحللها لزوجها الأول وهو نكاح التحليل وسأذكر الآن هذه الأنكحة الباطلة وأحكامها بشيء من الاختصار ضمن بيان الأنكحة الفاسدة فأقول أولا نكاح المتعة قلت هو في الإصطلاح أن ينكح الرجل المرأة بشيء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهاء هذه المدة ولو من غيري طلاق وهو باطل باتفاق علماء المسلمين وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع في آية وفي أحاديث وإجماع الأمة أيضا منعقد على هذا التحريم ولتحريم نكاح المتعة حكم سامية أرادها الله جل وعلا من ضمنها أن المقصود الأسمى من الزواج هو السكن وتكوين الأسرة ولا يتأتى هذا كله إلا بدوام العشرة أيضا لو فتح باب الزواج المؤقت هذا لأقبل الناس عليه ابتغاء قضاء حوائجهم ولا فرطنا في كثير من مقاصد النكاح الثانية المهمة كبقاء النوع الإنساني وعمران الكون وغيرها أيضا من الحكم السامية في تحريم هذا النكاح حفظ كرامة المرأة وإكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة هذا في نكاح المتعة واتفاق العلماء على تحريمه أما النوع الثاني فهو نكاح التحليل وهو أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثا ثم يتزوجها رجل آخر بشرط أن يطلقها بعد أن يطأها لماذا؟ لتحلى لزوجها الأول وهو كما ذكرت أيضا من الأنكحة المحرمة للعنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له النوع الثاني من الأنكحة المحرمة هو نكاح الشغار أو ما يسمى بنكاح البدل لأن المرأة تكون بدل المرأة في هذا النكاح وهو أن يشترط الرجل إذا زوج مثلا ابنته لشخص آخر أن يزوجه الآخر بنته أو مثلا إذا زوجه أخته أن يزوجه أخته أيضا على أن لا صداقة بينهما ولا مهر وهو أيضا محرم وباطل ويجب التفريق به سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا النكاح والنهي يقتضي الفساد أيضا من الأنكحة المحرمة والفاسدة نكاح الخدم وهو من الأنكحة المعروفة في الجاهلية وهو الصديق للمرأة يتزوج بها سرا فهذا من الأنكحة المحرمة التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها قال الله جل وعلا محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وهذا نهي وتحريم صريح النوع الآخر نكاح الاستبضاع وهو باختصار أيضا من الأنكحة الموجودة في الجاهلية والتي عندما أتى الإسلام حرمها ومفهومه أن يعجب الرجل برجل آخر في قوته وذكائه وشجاعته فيطلب من زوجته أنها تذهب إليه لتستبضع منه أي ليعاشرها ابتغى القوة المرجوة في ذلك الرجل أو الشجاعة أو النبوغ أو غيرها وهو كما ذكرت من الأنكحة الفاسدة المحرمة في الدين الإسلامي هذا باختصار في الشروط في النكاح وأيضا ذكر بعض الأنكحة المحرمة والأنكحة الجاهلية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم